اشتركوا في القناة احنا مش هنعرض بس للمشاكل احنا نعرض ايضا للانجازات انت هتبقي اول واحدة بتعرضي هذه الانجازات بالمناسبة لم يتحدث احد عن هذه الانجازات في فترة زمنية قياسية في سنة ونص اقل من سنة ونص طيب ممكن اقولك رقمين ثلاثة كده عشان بس تبقي عارفا تسلمنا النادي الاهلي في واحد اربعة 2014 كان علي مديونيات للعاملين خمسة مليون جنيه وستمائة الف تم تزددها بالكامل في 36 2015 كان علي مستحقات لخطاع الكرة كنت مديون للاعبي كرة القدم في النادي الاهلي وما كانوش بياخدوا مرتباتهم وما كانوش بياخدوا فلوسهم ب57 مليون جنيه النهاردة دفعنا سددنا منهم 41 مليون جنيه مستحقات الفرق الرياضية النشاط الرياضي اللي حضرت بتكلمي عليه الهندبول والبسكت كان عليهم 30 مليون جنيه هذي مديونيات بالميزانيات وموساقة النهاردة دفعت منهم 17 مليون وفضل علي 12 مليون مستحقات اندية 3 دفعنا 2 مش مشكلة الموردين 34 مليون جنيه دفعت 20 وانا عايز اقول حاجة تانية كمان النادي الاهلي النهاردة اقدر اقولك من اسبوع بالزبط تم سداد جميع مستحقات الضرائب النادي الاهلي هو النادي الوحيد في مصر اللي معليوش فلوس للضرائب هو محد استسأل الفلوس دي بتيجي منين يا استاذ الاميس هو محد استسأل انه النادي الاهلي عشان يبقى خوي لازم يبقى فلوس هو محدش قال ان انا عشان اعمل فرقة واشتري العيبة السنة دي ب50 مليون جنيه على اعلى مستوى انتو جبتوا الفلوس دي منين ممكن ارد بقى جبنا فلوس دي منين ممكن ارد انتو جبتوا الفلوس دي منين طبعا في الفترة السابقة كانت بعد الثورة كان عندنا توقف للدوري كان في مستحقات كتيرة لدى الاهرام كان في مستحقات كتيرة لدى اتحاد الازع والتلفزيون كان في اموال كتيرة مستحقة انتو جيتوا بعد كده ادرتوا وده حاجة عظيمة جدا بس ادرتوا ان انتو تحصلوا هذه الاموال أقول لحضراتك حاجة تانية بقى لم يحدث تحصيل هذه الأموال وعندي مشاكل قانونية في هذه الأموال بس حصلتوا جزء كبير من الأموال هذا كلام جبير صحيح يبقى جيبتوا الفلوس جديد يعني عندما النادي الأهلي إحنا برضو يعني أنا عايز أشرح وجهة نظر مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا الموضوع إحنا منحط استراتيجية من أجل تعظيم البرندنج بتاع النادي الأهلي يا أستاذ الأميسو أعتقد أنك تعرف يعني أعمل برندنج النادي الأهلي الذي لم يكن موجودة أنا كان عندي اسم النادي الأهلي في بطولات إنما إن أنا النهاردة أبيع البس الفضائي بتاع النادي الأهلي باربعين مليون جنيه في السنة هذا رقم وهذه ليست منا من مجلس إدارة ده نتاج مجهود ونتاج عمل شاقي جدا 24 ساعة يا أستاذ الأميسو أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي يوم ما يمشوا من مجلس إدارة النادي الأهلي كله إحنا هرجع شغله وهارجع بيته وهارجع حياته أنتو مو شكرا شكرا شكرا